أدنت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استطانية جديدة في مستوطنات الضفة القربية المحتلة في تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستطان غير الشرعي ومخالفة قرارات مجلس الأمن بات الصلة وأحكام القانون الدولي واعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستلاء على الأراضي الفلسطينية لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والسكانية لتلك الأراضي مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التي تقود جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وتحاول الاقتتاة على مفاوضات الوضع النهائية ودعت مصر إلى تبني الأطراف الدولية موقفا قويا يرفض سياسة الاستطان الإسرائيلية ويؤكد عدم شرعيتها